ازايك يا حلوين عاملين ايه؟ اهلا بكم في اشا هندي شوب النهاردة هنشارك معاكم وصفة حلوة جدا وهو شاي مسالة او مسالة شاي اللي بنشوفه في الافلام الهندية وكنا فاكرينه شاي بلبن او ما طلقش شاي بلبن ولا حاجة وطلق شاي بلبن بحاجات تانية كتير قوي معظمه توابل هندية مش موجودة هنا في مصر او صعب الحصول عليها وبتبقى غالية جدا فالباكت ده هيوفر عليكم هتلاقوه عندنا في الجروب ولينك الجروب هيبقى في الديسكريبشن طبعا كل المنتجات اللي عندنا بنجيبها من الهند زي ما انتو شايفين كتابة على ظهر العلبة كانت بالهندي اه دلوقتي الباكت من جوه بيبقى شكله كده بيبقى خمسين جرام على بعض فيه ميكس توابل او مكونات يعني اللي شاي مسالة الهندي اصلا كلمة مسالة معناها توابل احنا اللي بنضيف ليه الشاي والمية واللبن وبيبقى جاهز بكل سهولة ما بيخدش معنا خمس دقايق على النار وبيبقى جاهز ده شكل التوابل من جوه زي ما انتو شايفين ميكس توابل غريب كده تحسوها تتبيلت فراخ بس هو بصراحة طعمه تحفى جدا ومختلف عن اي شاي دقناه قبل كده وكمان فوايده كتير قوي يعني بيساعد في انقاص الوزن وكمان بيزود النشاط والحيوية بينشط الدورة الدموية احسن من اي نسكة فيه او اي قهوة او اي شاي عادي ده بيفوق جدا وكمان مالوش اضرار يعني وكمان احنا بنتحكم في نسبة الشاي فيه هنحط طبعا نص معلقة من التوابل على كوباية مية المقدار ده يعمل كوباية واحدة تمام هنحط كوباية مية كاملة وبعد كده هنضيف عليها كوباية لبن كاملة ليه بقى عشان الكمية اصلا هتقل للنص لان احنا هنسيبه على النار لحد ما يبقى مركز والكمية تقل للنص ده بقتي حطينا كوباية المية وعليها نص معلقة من ميكس التوابل بتاع الشاي هنضيف بقى الشاي نفسه ده حسب الرغبة انتو لو بتحبوا الشاي تقيل هتضيفه كمية كبيرة بس عموما انا اضفت هنا نص معلقة صغيرة عشان ما بحبش نسبة الشاي تبقى كبيرة قوي وعشان برضو احس الطعم ميكس التوابل التانية ودلوقتي هنضيف كوباية اللبن على الميكس اللي عملناه بعد ما سبناه حوالي من دقيقتين لتلات دقايق هنضيف كوباية اللبن وهنقلب كويس وبعد كده هنسيبه لحد ما يغلي كزا غلوة كل ما يقرب يغلي هنوطي النار وهنسيبه يغلي تاني لحد ما كمية الكوبايتين دول تبقى كوباية واحدة تمام كده بعد كده خلاص بيبقى جاهز معانا الشاي بمجرد ما هنسيبه يغلي كزا مرة كل ما يقرب يغلي هنقلبه وهنوطي النار وهنسيبه والفايدة بقى من ان احنا هنخليه يفور كزا مرة واول ما يبدأ يفور نوطي النار ونسيبه يغلي تاني ويفور تاني ونوطي النار تاني ده بيخلي الفلايفر تبقى اقوى بتاعت التوابل وان هي تبقى اوضح والطعم يبقى اوضح وقلز في اللبن نفسه وبس كده لما يبقى لونه غامق شوية بيوصل للون النسكة فيه تقريبا اه وقتها بنضفي النار عليه وبنصفيه علشان الشاي والتوابل اللي فيه ما تضايقناش يعني احنا بنشرب وكده وبعد كده بنضيف السكر في الاخر خالص عموما في اي مشروب بعمله بحب يعني اي حاجة بغليها عن نار باللبن او كده بحب اضيف السكر في الاخر خالص اه علشان الفلايفر بتاعته متبقاش قوية بزيادة بس بعد ما نصفي بقى الشاي عندنا هنحط السكر وهنقلبه كويس وبكده يبقى جاهز للتقديم وطبعا زي ما قلتلكو فوايده كتير قوي زي ان هو بيساعد في انقاص الوزن وبينشط الدورة الدموية وبيدي طاقة وحيوية بدون اي اضرار وجميل جدا طعمه كمان لذيذ هيبقى مشروب حلو تضيفوه ليومكم وتبدأوا بيه اليوم مع وجبة الفطار بيدي طاقة رهيبة وبيساعد على التركيز كمان لو حابين تطلبوه هتلاقوا عندنا في الجروب اشا هندي شوب هسيبلكو اللينك في الديسكريبشن ومتنسوش تتابعونا على القناة عملو سبسكرايب ولايك للفيديو أنت·نسوش تتابعونا على قديم